موسيقى الله معكم وسلام المسيح بقلوبكم جميعا مشاهدينا وكل اللي اللي عم بيتابعوا تلاليمير ونور الشرق مشاهدينا اليوم متل ما تعودنا مع ابونا إليب مع شخصية جديدة بحلقة جديدة من رجل الله بتبلش هلأ فيكم نكونوا كمان عم تتابعونا على صفحاتنا على يوتيوب على فيسبوك نور الشرق وعلى الصفحة الخاصة جان فيير وهبي أوفيشن ابونا بارك مور الله معاك كيفك نشكر الله كيفك أنت الحمد لله ابونا اليوم حنكون عم نحكي عن شخصية سليمان سليمان الملك اللي هو ابن الملك داود اللي حكينا عنه بالحلقة السابقة اللي خلف داود على عرش بني إسرائيل وكان أعظم ملك وحكم أربعين سنة داود أبونا خبرنا شوي هيك أكتر عن سليمان سليمان شخصية مميزة ومجيدة بتريق إسرائيل سليمان هو اللي كان ملك بيرضي ربنا ويفتش على مشيقته وكان متمسك بالحكمة وارتبط اسمه دائما بالحكمة كيف أن الحكمة هي لما الإنسان يعيش رضا الله ويعيش الملك بحسب الله سليمان كمان بيخبرنا كتاب قدس والتقليد انه هو ترك كتابات تنسب لقلو بأصفار الحكمية خصوص صفر الحكمة وصفر نشيد نشيد وغيرهم هالشخصية هيك الحلوة كمان رتبط اسمه بالهيكل يعني منشوف انه تمسك بألا وتمسك بالإنسان تمسك بعبادة الله وتمسك بخدمة الإنسان برعية الإنسان هذه صفات الملك اللي بيحب الله وبيحب الناس أبونا سليمان كان متزوج تزوج شي سليمان ولا نعم ويخبرنا كتاب قدس عن زوجات عديدة لسليمان يعني ما كان بالعهد القديم أبونا ما كان في عندهم هيد الامرأة الواحدة ولا كيف صحيح ما كانت بعد واضحة كتير حتى كتاب قدس بينظل هالشي أو قيت طريقة سلبية أو قيت طريقة مش كتير سلبية ما أنه واضح كيف كانت النظرة للزواج ولكن أكيد أنه سليمان كان عنده زوجات عديدة وكان هالشي هيك اليوم بترحنا علامة استفهام إذا أرنا بطريقة إذا بدك تاريخيا على نظرتنا اليوم ولكن ما نشوفه بواقع هذيك الأيام وبنظرة هذيك الأيام وهذاك الزمن أبونا شو هو الحلم يلي راود سليمان أول ما بلش بحكمه تقريبا ويعني الحلم يلي شايفه وهنيك بعد طلب الحكمة نعم ببداية حكم سليمان أجل ربنا ودخل بحياته وقال له يا سليمان أنت هلأ مالك أنا بدا أعطيك نعمة للمملكة طلب البدك يا بقوم سليمان بيطلب بقل له يا رب أنا ما راح أطلب لذنى ولا راح أطلب شي تاني بس راح أطلب شغلة واحدة هي الحكمة حتى أعرف أحكم بشعبك بحسب مرضاتك بحسب حكمتك أنت وهيدي كانت نعمة كبيرة ببداية حكم سليمان وبرهم فيها عن حب كبير لربنا وعن حكمه أنه أنت عم تطلب من ربنا الحكمة عم تطلب من ربنا أنك تاخد القرار المناسب بالمكان المناسب بحسب رضا الله وربنا استجاب لهالحقيقة مثل ما قلنا طبعت كل حكم سليمان كل مسيرة حكمه وكل حياته مرتبط بالحكمة وعنده لليوم هو رمز الحكمة هو سليمان الحكيم سبقتني جاي بدي أقولك كمان في عنده تسمية سليمان الحكيم غير سليمان الملك أبونا حكمة سليمان وين أظهر بأي حدث صار مع سليمان أكيد كل المملكة سليمان كانت مليانة من حكمته كانت عم نشوفها بمطارح كثيرة ولكن في مطارح مميز خبرنا عنه كتاب مقدس ومشهور أكيد الناس بيعرفوها القبرية كان في سيدتين عايشين مع بعضهم وكل واحدة منهم عنده ولد وبالليل واحدة منهم بيموت ابنه بتقوم بتبدل الولاد بتحط ابنه الميت لحضن الامرأة الثانية وبتاخد هي الصبي العايش بتقومها على الصبح الثانية بتطلع بتلاقي الابن اللي حدها ميت بتستعرف انها مش ابنه وبيختلفوا هدا ابني أو ابنك وبيصير في صراع بين بعضهم البعض وبيروحوا لعند سليمان حتى يحكم بالقضية بين بعضهم وبقوم بقلهم هاي إن الخبرية كتير مش في صبي ميت قلولهم بلا قالوا بعد في صبي واحد عايش بنو قصمه بالنص كل واحدة بتاخد نصه بتركض ام الصبي الحقيقية بتقوله دخيلك قوعد وقصمه بالنص خلي تاخده ما بديه أنا بس ما تدق للصبي هايدي قدلوا لا خلينا نعمل الحق وخلينا نعمل العدالة أنا بياخد نصه هي بتاخد نصه هون بيعرف سليمان إنه هايدي عم بتكذب لأنه الام الحقيقية ما فيها تقبل إنه ابنه ينقصن بالنص ما بتقبل إنه تتمسك بابنه بتقول خليه يعيش ابنه تتحرر من ابنه وبتحرره وبتوديه وبتطلقه هاي الام الحقيقية بنظر سليمان هاي الحكمة اللي بتعرف تميز إنه الام يلي بتطلق ابنه وبتحرر ابنه وأكيد هون فينا ناخد تعاليم كتير من هالخبرية أول شي من هايدي الام وبعدين من سليمان من هايدي الام يتعلم أن الحب الحقيقي بيحرر ما بيتملك أوقات في أمهات وأهل بشكل عام وحيالله إنسان بيتمسكوا بيحباقهم بيجربوا يحوطوه من كل الميلات بفكروا أنه هيك الحب أنه أنا إذا بحب الشخص بدي حافظ عليه ما بدي خليه بعد عني هذا بيفطس الشخص بيفطس الحب وما بيحافظ على الحب وبيولد كمان بيصير فيه بما بين تنقل الولد وأهله صراعات بتولد خلافات الحب الحقيقي بيحرر بيطلق الأهل اللي بيحبوا ابنهم بيطلقوا مش بمعنى بيخلوا يتفلت أو بمعنى ما بيسألوا عنه أو خلص هو يدبر حاله لا بالعكس بيظلوا سهرانين عليه ومرافقينه وحايتينه ولكن بيظلوا تركين له فسحة أنه هو ينمى فسحة أنه يكون حر يكون شخصيته بالاستقلالية عن أهله هذا موضوع عاكل حال تربوي ونفسي مش حنفوت فيه ولكن عم نعطي المبدأ الروحي أنه الحب اللي يحرر مثل ما يسوع حررنا بحبه ما إجا وطماشنا ما إجا وخنقنا كمان من سلايمين نتعلم كتير بها القبرية سلايمين يلي عرف يميز عرف يميز الحق من الباطل تعرف نحن عايشين بمجتمع خلط بمجتمع كل الأشياء فيه متل بعضة مش معروف وين الحقيقة وين الباطل مش معروف مين ما هو حق ومين ما ما هو حق مش معروف مين عم بيبني ومين عم بيهدم عايشين بمجتمع خلط سلايمين عرف بقلب هالمجتمع المخلوط يميز يطلع الحقيقة من قلب الباطل عرف يميز وميز هالشي مش بطريقة مباشرة لأنه خلق الإطار هو والحقيقة بتطلع واحدة الحقيقة بتتقلق واحدة نحن بحاجة لمسؤولين ولمسيحيين بشكل عام عندهم الحكمة يعرفوا يطلعوا الحقيقة يعرفوا يخلقوا إطار بقلبه وتشعع الحقيقة واحدة مثل ما شععت حقيقة هيد الأم سلايمين اللي عمله أنه خلق لإطار تقدر تشعع بقلبه نعطي مثل ما زال عم نعطي مثل عن الأهل والولادهم أم بيبقى عنده ولد عنده موهب حلوة مش هي بدا تروح تعمل موهب محله هي بتخلق له الإطار وبتتركه وهو بشعع واحده يعني يا أبونا كمان فينا نكون عم نحكي عن التمييز والتمييز دعوة الله لقلنا هل هي إنها تكون دعوة لإنك تكون عم تفتح بيت وتأسس عائلة كنيسة بيتية أو إنك تكون عم تتوجه للتكرس من خلال الكهنوت الرهبانيات أو غيره فينا نكون عم نحكي عن هيدة التمييز تمييز دعوة موضوع عميق جدا وواسع ومتشعب بينطلق أول شي من مبدأ إنه ربنا بحب الإنسان وبيدعيه وعنده مشروع لإله وهيدي أحلى حقيقة إنه ربنا عنده مشروع لإلي ولإلك ولإلك وربنا بحبنا وبيعرفنا وسقلان عن مستقبلنا وبحب إنه نحن وإيه سوا نبني مشروع حلو موضوع الدعوة مش يعني إنه الله كاتب بسكريبت يعني ونجي إنه نحن ومنمثله إنه الله مخرج وأنا بعيش حياتي وربنا مألف لي إياها لا دعوة هي إنه ربنا بعيط لي بقال لي تعا هاتا نحط إيدي بإيدك أنا وإياك ونبني مشروع حياة حلو دايما دعوة ربنا هي للفرح دايما دعوة ربنا هي لتحيق الزيت وللسلام دايما دعوة ربنا بتعيني إنه يعيش حياة مليانة من حضوره الحلو اللي بيخليني يعيش أنا مبسوط كيف بميز هالشي في معايير كتيري ولكن هالمعايير مرتبطة حول الثلاث مبادئ إخبار أول مبدأه هو صوت الله الله شو بده مني كيف ربنا عم يبعث لي الرسالة شو عم بقلي ربنا اثنين هو صوتي أنا أنا شو بحب أنا وين بحب كون أنا كيف عم بتلقى صوت الله كيف عم بتفعل أنا مع صوت الله اللي عم بسمعه صوتي وصوت الله ولكن في بعد صوت الثالث مهم كتير وما فينا بدوننا نعيش الدعوة هي الكنيسة وصوت الكنيسة ما في دعوة فردية بمعنى مقطوشة هيك عيشة بالحقلة في دعوة دايما بقلب جماعة بقلب الكنيسة صوت الله وصوت الإنسان بقلب صوت الكنيسة ما في عيش دعوة بالتفلط إنما الدعوة هي بقلب الجسد المقدس اللي ربنا اختاره وقدسه بموته على الصليب اللي هي الكنيسة هاو دلت أصوات كل حدا منه مميز على طريقته ومنميز سوا بقلب هاو ثلاثة مشيئة ربنا بحياتنا من هيك بدعي كل الأشخاص اللي عم يشاهدونا إذا حدا عم يفكر وليزم كلنا يكون عم يفكر بمشروع ربنا لقلي وربنا وين عم يدعيني ونصحكم إنه هالموضوع تتابعوه للآخر ما تفكروا إنه دعوة دايما يعني طوب أسود أوقات مثل ما قال جون بيار الدعوة بتكون بمطارح كتير حلوة من هيك بشجعكم إنه كل حدا يكون عنده مرشد يكون عنده حدا بيوسق فيه يفكر هوية يسمع حوتات أصوات صوت الله صوتي أنا صوت الكنيسة أبونا من الدعوات بدلا نحكي شوي عن سليمان قبل ما يستلم الحكم كان فيه خلاف ما بينه وبين خيه ترجع وصل واستلم الحكم فيما بعد ونحن نعرف إنه سليمان هو أصغير بإخواته وأبشالوم إذا مدني غلطان كان عينه أكتر على الحكم ما هيك؟ دايما بنظرة ربنا للحكم نظرة ربنا للمسئولية ما بيطلع ربنا بالأحقية البشرية أو ما بيطلع ربنا بمعايير البشر إنما ربنا بيطلع بمعياره هو معيار الاختيار الإلهي يعني ما بيصير بسبب الاستحاقات ولا القوة الشخصية إنما بيصير بحسب نعمة ربنا ورضا ربنا اختار سليمان وأراد أنه يكون مالك حتى لو البشر ما عجبن أو حتى لو البشر كانوا شايفين غير شيء ولكن ربنا دايما بيشوف خير الإنسان دايما ربنا بيشوف خير البشرية من هيك حتى لو أبشالوم كان شايف حقيقة تانية ولكن ربنا بحكمته الإلهية الأزالية بيختار حسب معاييره هو يعني الدايما عيار الله أبونا هيك غير كليا عن معيارنا نحنا إن الإنسان بيكون حطت هدف إنه أنا مثلا بدو أوصل سير رئيس جمهورية ولكن الله بدو إيك أنك تكون بالمطرح تاني يمكن بقلب مطبخ بقلب جمعية تكون عم بتساعد ناس أكتر من أنك توصل لكرسى الرئاسة وهذا شيء كثير بيعلمنا ما هيقابونا أشعيا النبي بيقلون عالسين ربنا يعني بيقول عالسين أشعيا طرق غير طرقكم أولا تنحى طرق البشر تكون غير طرق الله ونياله الإنسان يكون طريقه هي زيت طريق ربنا بحياته أبونا بس نقول سليمان ما فينا ما نذكر عن هيكل سليمان اللي بناه شو هي اللي صار شو هي هالخبرية شو علاقة سليمان بالهيكل وما علاقة الهيكل بلبنان أول شيء بلش مسروع بناء الهيكل مع داود اللي أرادوا أن يبني بيت لأ الله ولقي ربنا قاله لداود مش أنت بتبني لي بيت أنا رح يبني لك بيتك وبالفعل هذا مبدأ حلو أنه الإنسان ما بيقدر يبني بيت لأ الله الله غير محدود السماوات كلها ما بتسيعوا فإذا قاله ربنا لداود أنت هلأ ما تتعمل ببناء بيت لأله أنت ما بتبني لي بيت ابنك سليمان هو رح يبني لي بيت وبالفعل سليمان باختيار من ربنا بني الهيكل شو علاقته باللبنان أكيد منعرف أنه كان عنده علاقات مع ملك صور ومع أحيرام ملك يلي هم جبال وكل هالعلاقات الحلوة أحيرام كان ديبلوميسي مانو هاي استورد من لبنان خشب الأرز وغيره من المواد يلي بنوا فيها الهيكل هلا الهيكل أهمية الهيكل هو تجزيد منظور محسوس لحضور الله بين الناس تخير شو هالحقيقة الحلوة؟ أنه الله سيكن بيناتنا الله معنا بعدين بالعهد الجديد رح تتحقق بملقة هايدي لما يصير يسوح هو الهيكل ببطل الهيكل هو مبنى بيجسد حضور الله إنما يصير شخص حي اسمه يسوح هو الهيكل تخيلوا الله ساكن بين البشر إنسان بيمشي بين الناس بيعيش بيتفاعل معهم العهد الأديم كان مبنى دجاشر المنيحة ولكن تحضير مسبق صغير لا تجسد ربنا بالعهد الجديد يعني فينا كنا عم ناخد أبونا نستخلص من هيك من حديثك إنه هيكل سليمان هو رمزية ليسوع المسيح يلي قدم زيته على الصليب أبونا الهيكل كان فيه حجاب وهذا الحجاب مع يسوع المسيح انكسر أو لا يزال موجود الحجاب بالهيكل كان يفصل فيه عدة مساكن بالهيكل فيه أول شي الناس محل ما بيقعدوا فيه حجاب يفصل بينه وبين قدس الأقديس وفيه كمين محل مخصص على القدس للكهنة في أحدهم فقط أذن الناس الكهنة قدس الأقديس يعني ما بيطلع لها حدا اللي رئيس الأحبار مرة بسنة على عيد الفصخ مهي على عيد الغفران عيد الغفران عيد الغفران يوم كيبور اسمه بالعبراني الحجاب الهيكل هو يلي يفصل الإنسان عن الله ما فيه إنسان يتخطر الحجاب الله قاعد وراء الحجاب وانت يا إنسان قاعد بالهيكل ما فيك تجي توصل لو عند الله فيه فصل بموت المسيح نشأ حجاب الهيكل حتيقه اليسوع ما بقى فيه فصل بعين الله والإنسان ما بقى فيه حجاب ما بقى علاقت الله والإنسان ضادبتل من بعيد ما بقى علاقتنا بالله هي هيكل مثل العهد القديم إنما علاقتنا بآله هي بشخاص فيَّت عبيوت الناس أكل معهم سلم عليهم بإيدهم شفيَ مرضاهن أو أملوا موتهم من لقبور هذا الهيكل الحقيقي يسوع هيكل يلي يتضامن مع البشر وحب البشر وعيش مع البشر وسكن بين البشر أبونا سليمان عرفنا أنه عنده هذا الحكمة هذا الشخصية اللي بيقدر يميز بحياته ولكن هل سليمان طبق هذا الحكمة بحياته الديبلوماسية حياته الإدارية بحياته الروحية أو مطرح من المطارح مثل داود بايو كمان انحرف سليمان أقيد هو الملك النموذج بعيون ربنا ولكن رغم هالشي كلا نقول بالإداس ما من إنسان بدون خطيئة إلا ربنا يسوع أيضا سليمان قد ما قدر يعيش الحكمة ولكن ضل دائما حكمته مجروحة ضل دائما حكمته ناقصة لأنه الوحيد اللي هو حكمة الله هو يسوع بالعهد الجديد لأنه هو ابن الله لأنه هو حب الله الكبير للإنسان فإذا رغم كل عظمته سليمان ضلت حكمته ناقصة وضلت حكمته فيها شائبة من بين هدا هايك الجروحات بحكمة سليمان هو أنه أدخل عبادة البعل على أرض إسرائيل تعرفوا إزابال يلي هي أصلى منصور يلي هي وسانية أدخلت عبادة الأصنام وكان هدا عار بطريق إسرائيل بحكمة سليمان كيف أنه دخلت عبادة الغريبة عبادة غريبة عن الله على أرض الله بعدين رح نشوف إليه كيف رح يجي بها الأجواء هايدي ويحارب هالعبادات يحارب إزابال وهالعبادات التي دخلت على أيام سليمان من الأراضي الوسانية أبونا هون فينا نكون عم ناخد كمان أنه سليمان هو هو عظمته قدمه هو كبير كمان خطي وإذا بدك هالمود التكنيك إذا صح التابع خان العهد مع الله ومش بمشروعه إله ولكن هون فينا نكون عم نحكي كمان أبونا عن أنه رجعت تاب سليمان هذا السراع اللي بعيشه الإنسان حكي عنه مربولوس والخير الذي أريده لا أفعله والشر الذي لا أريده إياه أفعل وهذا الإنسان سليمان هو إنسان حبيب الله وهو إنسان يبحث عن حكمة الله ولكن الإنسان بضعفه بيجي ببعد عن الله ببعد عن عبادة الله الحقيقية وهذا شيء موجود بطبيعتنا لأنه نفتح سليمان على باقي الشعوب وهذا شيء كان منيح نفتح على مثل ما قلنا لبنان وعلى أرز لبنان وعلى كل الشعوب الأخرى هذا شيء كان منيح من ناحية ولكن من ناحية تانية خطر لأنه الإنفتاح بحضرته بحجلة مناعة وقال للإنسان بصير يشبه هاوديك البائيين بصير مثلهم شو الفارق بينه وبينهم بتذكر الختام المجمع الفاتيكاني التاني المجمع الفاتيكاني التاني اللي كان ثورة رائعة بتاريخ الكنيسة الكاتوليكية اللي انفتحت فيه الكنيسة على كل الشعوب وانفتحت الكنيسة على العلوم وعلى الناس على الآخر بشكل عام طلع البابا بولوس السادس البابا القديس بولوس السادس وختم المجمع وقال لهم اليوم الكنيسة شرعت بوابة حتى تنطلق صوب الأطراف صوب الآخرين ولكن قال لهم للمسيحيين انتبهوا لما الكنيسة تفتح بوابة عم تفتح بوابة تهي تنطلق صوب العالم مش كرميل تروح العالم يدخل من بوابة على قلبه وهذا خطر لما ننفتح الآخرين ننفتح حتى نحنا ننطلق صوبهم حتى روح الله اللي عنا يروح يعشعش بحياتهم مش حتى روح العالم تدخل على قلبنا نحنا أو على قلب كنيستنا أو على قلب جماعيتنا أبونا هل روح العالم عم بفوت على الكنيسة عم بصير العكس باللي عم نعيش اليوم كمان المجمع الفاتيكاني التاني قال ان ما فينا نعيش بكنيسة مكيسة انو كنيسة مننتبهها حالا بمعنى ما بتحتك بالنس خلص انا بقعر على جانب كرميل تما يفوت روح العالم علي وفي خطر تاني انو سير لكنيسة بارالال عالعالم انو خلص العالم ماشي به هالطريقة نحنا نمشي حدن بدون ما يقذونا لكنيسة المجمع هي في قلب العالم قاعدة بين الناس ومع الناس عم تحتك بالنس لابد انو تحتك بالروح العالم اهم شي ضال عند المنيعة والصلابة والصمود ضال فيها روح المسيح يلي هو بشع على روح العالم اللي حوليه أبونا بدا هك انت شوي بحيات سليمين حياة سليمين هي أحداث وبعهد سليمين صار كتير من الثورات صار كتير من القصص الانتفاضات إذا بدك هل هذا الشي يطبق على ما نعيشه اليوم بوطننا لبنان يعني من ناحية أخرى وهيك ببساطة أكتر هل إذا بدك التاريخ عم بعيد نفسه من مدر كم سنة قبل المسيح واليوم هلأ يا راية اليوم يقولوا عننا حدا واحد مثل سليمين أنا قبلين يصير فيه ثورات وانتفاضات بس يعطونا حاكم واحد مثل سليمين عم يفتش على رضا الله وعلى حكمة الله للأسف نحن اليوم بعيد كل البعد عن حكم سليمين وحكمة سليمين الثورات اللي كانت عم تصير بوقتها كانت عم تصير ضده بمعنى أن قلون عم يجربوا يقولوا أنت عم تجي تهدد لنا مصالحنا أنت عم تجي تفرض مشيئة ربنا علينا نحن ما بدنا نعيش مشيئة الله ما نعيش مشيئتنا بدنا نبعد عن الله لأنه مشيئة الله بتخسرهم وبالفعل هي هي هيك مشيئة الله ما فيك تكون أنت فيا زعيم مشيئة الله ما فيك تفكر بحسطك ما فيك تفكر بمصلحتك ما فيك تفكر بجماعتك وبيبوتك وفسادك اللي عمله سليمين أنه كان عم بحطنوا حد لكل هالجماعات هادي اليوم أيضا منشوف أنه الناس عم يفتشوا يلغوا مشيئة الله من كام من الأوانين من كام من الحكم من كام من النظام تفكر مثلا بدول الغرب بالأوانين اللي بيطلعوها عن عصاعيد الأخلاق عصاعيد العائلة يلغوا حضور الله فكر مثلا معي بأوانين الإجهاد اللي هو أبسط شي نسمح الإجهاد لحديت الولادة مثلا هيدا شوف هادي ثورة على حكم سليمين وعلى حكم الله هاي ثورة على مشيئة ربنا اللي هو حتى بالطبيعة ثورة على الطبيعة على تكوين الإنسان على سير الطبيعة من يوم اللي تكونت صحيح مجتمعنا وعلمنا اليوم أكيد ما بيرتاح يعيش مشيئة الله وأهيان له يعيش مشيئة زيته منصلي حتى ربنا يعطينا متل سليمان أبونا بس هيك للتوضيح شغل قطعت هو اللي كان عم بحارب سليمان على السلطة هو أدوناي مش أبشلوم عفوا فاقتضى التوضيح ومشاهدين هلأ خلينا نروح نحن وياكم لفاصل صغير ترتاحوا فيه تشربوا فيه كباية مي وبعدها منتابع رجعنا نحن وياكم مشاهدينا بهيد الحلقة اللي عم نحكي فيه عن الملك سليمان هذا الملك العظيم كنا عم نحكي عن حياته صرنا بالفكرة التانية موعدنا الكتاب المؤدس وكلمة الله الحية اللي بدأت تحكينا من خلال أبونا إلي أبونا تفضل فهذا ويزر ويزري الحكمة باستقامة النفس هب لي الحكمة الجالسة معك إلى عرشك ولا تنبذني من بين أبنائك فإني أنا عبدك وابن أمتك إنسان ضعيف قصير الحياة قليل الإدراك للقضاء والشرائع فلو كان في بني البشر أحد كامل ولم تكن معه الحكمة التي منك فلا يحسب شيئا قد اخترتني أنت لشعبك ملكا ولأبنائك وبناتك قاضيا وأمرتني أن أبني هيكلا في جبل قدسك ومذبحا في المدينة التي نصبت فيها خيمتك على مثال الخيمة المقدسة التي هيأتها منذ البدء إن معك الحكمة العليمة بأعمالك والتي كانت حاضرة حين صنعت العالم وهي عارفة ما المرضي في عينيك والمستقيم بحسب وصياك فأرسلها من عرش مجدك لكي تقف إلى جانبي وتجد معي وأعلم ما المرضي لديك فأنها تعلم وتفهم كل شيء فتكون لي في أفعالي مرشدا فطينا ومجدها تحميني فتصبح أعمالي مقبولة وأحكم لشعبك بالعدل وأكون أهلا لعرش أبي فأي إنسان يعلم قضاء الله أو من الذي يتصور ما يريد الرب لأن أفكار البشر متلددة وخواطرنا غير راسخة فإن الجسد الفاسد يثقل النفس والخيمة الترابية عبء للعقل الكثير الهموم ونحن بالجهد نتكهن بما على الأرض وبالكد نهتدي إلى ما بين أيدينا فما في السماوات من الذي اكتشفه ومن الذي علم بمشيئتك لو لم تؤتي الحكمة وترسل من العلى روحك القدوس هكذا قومت سبل الذين على الأرض وتعلم الناس ما يرضيك وبالحكمة نالوا الخلاص المجد لك يا رب المجد لك أبونا الصلاة لناي للحكمة يعني جدا معبرة ويريد كل حاكم بيكون عنا يا اليوم بوطننا أو بالعالم بيكون عم يقرأ هذا النص من الكتاب المؤدس أبونا لفتنا نحن وعم نقرأ النص بعض القصص بمطرح بيقل وَلَا تَنْبُذْنِ مِنْ بَيْنِ أَبْنَائِكَ هون الناس بدأتصير عم بتفكر الله بيترك الناس بينبذنا ولا كيف كانت الفكرة تجاه الله نظرة سليمان أو نظرة الشعب تجاه الله أكيد هون سليمان عم يسعى أن هو يكون ابن لأله الله هو باية وتبنينا ويحبنا وقلنا أولاده ولكن أنا يا أني بسعى أن يضلني ابن يفي بعيد مثل ابن الشاطر هو ابنه للباية والباية ضل باية وكل حياته حتى لو بععد وحتى لو شو ما عمل هديك ضل باية وضل ناطره ولما رجع رجع استقبله ولكن هو يقال له أنا ما بقى بدي يكون ابنك أنا بدي بععد عنك هاي اللي عم بقوله سليمان ما تخليني بععد عنك ما تخليني أرفض أموتك لأله ما تخليني أرفض بنوتي لألك أبونا هنا كمان نشوف سليمان عميها ترف أن هو إنسان ضعيف قصير الحياة ترف أنه هو إنسان ضعيف على ما أخطأ ولكن شو قصده بقصير الحياة إذا تنتبه بالأول ببلش سليمان يحكي عن الخلق كيف ربنا هو خلق الكون وهالديني كلها قائمة بمحبة ربنا وبخلق ربنا وأنا إنسان بقلبها الخليقة ضعيف حياتي قصيرة ومحدود أنت الخالق القدوس اللي عندك نظر بعيد وقدر تشوف الخليقة كلها والأجيال المتتابعة الله قادر يشوفها وأنا إنسان صغير بقلبها الأجيال قدرني حتى قدر أخدمك على وسع نظرك أنت مش على ضيق حياتي أنا قدرني حتى يحبك بوسعك وبرحابتك ومحبتك الكبيرة مش مثل ما أنا محدود مش مثل ما أنا ضعيف يعني هنا عم يطلب أكتر يكون مهم فتح على الله كرميل يعمل ما شئته قليل الإدراك للقضاء والشراء بيرجع في مطرح أبونا ملفت جدا على مثال الخيمة التي نصبت فيها خيمتك على مثال الخيمة المقدسة شو المقصود بالخيمة وشو رمزية الخيمة بالعهد الأديم أقيد الخيمة هو موضوع مهم كان سقنا الله بقلب الخيمة هالخيمة اللي نصبها تحط فيها عرش تموت الله أو عرش الله لما صار الهيكل تقل من الخيمة إلى الهيكل حضور الله صار عيش بالخيمة عم بيقله خليني يكون معاك بالخيمة العليا يعني من بعد هالحياة عم بيطلع سليمين ولو بعد ما نواضحة كتير الفكرة عنده بالخيمة الأبدية بالحياة الأبدية مثل ما أنا عملت لك هيكل على الأرض زائل بعدين رح يتدمر خليني يكون معاك بالهيكل الذي لا يزول هالطموح أو هالرغبة أو هالشوء بقلب الإنسان نكون مع الله إلى الأبد ها نعمل خيمة ونقعد فيها أنا وإياك وهالخيمة ما تخلص هاللي قاله بترس على جبل التجل قاله يا رب ها نعمل ثلاث مزار ثلاث خيام إلا كل موسى وليا ونقعد نحن وإياك ونهون منفل ياربونه سليمين ياريت فيه يقول معاك بخيمة إلى الأزل أبونا يعني لحظت كتير به هالفكرة ونحن عم نقرب النص أنه عطول عم ناقد عهد لأديم وشي مقابل لألو بالعهد الجديد كانه العهد الأديم هو صورة للعهد الجديد بقول مر أغسطينوس أنه العهد الجديد كان مخبى بالعهد الأديم والعهد الجديد يظهر يتجلى في العهد الجديد لأنه ربنا ما بينقض حاله بأنها تجي ربنا واحد والملهمة هو واحد نقيم بالعهد القديم أو بالعهد الجديد ومارفرين بقول الكتاب يفسر الكتاب يعني كل ايات الكتاب مؤدس تفسر بعضها البعض لما نحن نعرف هي قنطلع لكتاب مؤدس نعرف نشوف وجه ربنا بكل سطر من قصور الكتاب المؤدس يعني كمان بدنا نكون عم نعرف بأي عين عم نقرر للكتاب المؤدس مش مثلا هون لكي تقف إلى جانبينه مش حتيجي هي الحكمة تكون مثل شخص وقف إلى جانبه حلوة قلمة شخص سليمان عم يحكي عن الحكمة كشخص مين هو هذا الشخص؟ هو يسوع المسيح عم يحكي عن حكمة الله كشخص عم يحكي عنا كأنه هو إنسان لأنه كان سليمان بصورة مسبقة عم يحضرنا لحكمة ربنا المتجسدي بشخص حي اسم يسوع حكمة ربنا منا أفكار ومنا مبادئ إنه هو ابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح شايف سليمان بطريقة مسبقة إنه هو شخص؟ أبونا بكف الناس يعني جدا رائع فتكونوا لي في أفعال مرشدا فطينا وبمجدك تحميني يعني هيده الحكمة أبونا ممكن إنه يعني إذا بدي أخدأ على أشخاصنا نحن اليوم بيوقعنا إنه يكون عنا مرشد عم يتبعنا بمسيرتنا بهالمسيرة اللي عم منقودة كرمان نوصل إلى مبعد ليسوع المسيح فينا نكون عم ناخده نفس الشي بهيدا الإطار أو في عنده إطار تاني تلقلنا الحكمة الحقيقة هو يسوع المسيح هو اللي بيقودنا هو بيرشدنا هو برفقنا ولكن بقلب الكنيسة حطدنا ربنا وسائل بتساعدنا حتى نميز حكمته حتى نشوف حكمته وأعماله هو ممكن يكون مرشد ممكن يكون الجماعة المتملة إليها ممكن يكون العائلة الكنيسة كلهم وسائل حلوين حطهم ربنا بقلب الكنيسة ولكن حكمة ربنا المتجسد الحقيقي الكامل هو يسوع المسيح فأي إنسان يعلم قضاء الله أو من الذي يتصور ما يريده رب من أبونا يعني السؤال طارح نفسه من الذي يتصور ما يريده الله شو هالرغبة الحلوة عند سليمين أنا بدي أعرف ربنا شو بده مني قدام كل حدث قدام كل حقيقة شو بدك مني يا رب ماذا تريدني أنا أفعل هل يمقول لي تاكل مشيئتك أو قد 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 قل إلي تاكل مشيئتك في نوع من الإستسلام إنه خلص آي Dé pident مسيئتك عمل لي بدك يا لا ل 26 ثقل إلي تقول لها مشيئتك مش يعني أنت عملي بدك يا يعني خليني أنا أعرف شو بدك ؟ْ يعني أنا أعمل و milksام يعني أنت بيدك يا ليتي أأكل مشيئتك مش يعني عمزلتكَ على الله بالعكس يعني عم بتبنى كل مشيئة الله خليني أنا أعرف شو بدك يا رب حتى عيش مشيئتك على الأرض مشيئة ربنا على الأرض ليس من السماء أبونا يتبع نص بمطرح والخيمة الترابية فإن الجسد الفاسد يثقل النفس والخيمة الترابية شو المقصود بالخيمة الترابية هل مقصود عن جسدنا الفاني؟ نعم عم بيقول مش عم بيحكي عن الجسد بحد ذاته إنما عن أعمال الجسد أنه في إنسان بميل صوب أنه يرضي الله في إنسان بميل صوب أنه يرضي الأرض يرضي التراب عم بيشجع سليمين المؤمنين إنه ما تسعى أن ترده التراب ما تسعى أن ترده أعمال الجسد اللي بيحكوا عنه مربولوس بعدين من العهد الجديد إنما نسعى أن نعمل أعمال الروح أعمال ربنا أعمال الخلاص نعم كمان لا تعمل للقوت الفاني بل أعمل للقوت الباقي أبونا عز شوي هيك بدي أطلع من النص نتفي ولكن ضمن الإطار بالمبدأ الله وقته تجسد شبهنا بكل شيء مع عدل خطيئة شو المقصد مع عدل خطيئة؟ أوقات في ناس بيصير يقولوا أنه أكيد ربنا بدي يتجسد شبهنا بكل شيء مع عدل خطيئة لأنه ربنا هو قدوس ونحن خطأة هو قدوس ونحن ضعاف الحقيقة مش هاك ربنا فينا نقول شبهنا بكل شيء وما نقول مع عدل خطيئة ما بيتغير شيء ليش؟ ليش ربنا شبهنا بكل شيء من عدل خطيئة؟ لأن الخطيئة هي مش من طبيعة الإنسان أصلا لما ربنا صار إنسان أخذ كل شيء بحياة الإنسان على عاته وصار يشبه الإنسان بكل شيء وما أخذ خطيئة تقول للإنسان قوعد تصدق حيالك وتفكر إن الخطيئة من طبيعتك قوعد تفكر إن الخطيئة هو شيء طبيعي بتعملك اليوم لا الخطيئة هو شيء دخيل على حياتك أنت حلو أنت مقدس أنت مبارك والخطيئة ما بتشبهك قوعد تبنيها قوعد تقبلها أنا شبهتك بكل شيء عندك هي لازم يكون عندك هي إذا ما يعيش إنسانيتك مثل ما هي عيشها مثل ياسوع يعني هي مثلك أنت بدون خطيئة الخطيئة هو شيء بشع نحن ضفناه على حياتنا وفينا نتحرر منه والعليمة هنا الإديسين يلي عيشوا حياتهم بالقرب من ربنا متل ما يزم يعيشوا حياتهم أبونا بالراجعة هيك شوي عقصة سليمان قبل استلام سليمان للسلطة وكان هناك في صراع متل ما ذاكرنا بالفقرة الأولى وكان أدوناي عم يسعى أنه يوصل للسلطة بعد ما يكون بعد ما كان حتى بعد ما وصل إسليمان على السلطة قداش بمجتمعنا اليوم في عندنا ناس عند حب الوصول للسلطة وطمع الدائم أنه أنا إيه بدي بعد بدي بعد وبتنسى أنه الله هو فوق كل الناس كلمة سلطة مطاطة كمان فينا يعطيها عدة معاني بفضل السعب كلمة خدمة أو كلمة مسئولية لأنه هاودي خدمة ومسئولية ربنا بيعطينا إياهم قال له يسوع ليوحنان معمدين قال له ما في سلطة حدا بنيل على الأرض إلا إذا نيل من العلا من السماء السلطة هي مشاركة ربنا بخدمته للناس ومشاركة ربنا بحبته للناس أنت مالك يعني أنت شريك لألا بملكيته لأن الله هو المالك الحقيقي يارات المسئولين ونحنا كم نكلمين كل حدا مننا على إياس ومنقبل أنه المسئول الأول هو ربنا ونحنا شركة لقلق بهالشي ونحنا بنسعى قد ما فينا نكون حطين إيدنا بإيد ربنا وعم نجدف معه بزيت الميلة حتى نقدر نرضيه ونقدر نعيش مشيئته أبونا هل سليمان كان عبنال حزوي من عند الله نسبة لبيو داود قد كان منيح وقريب من الله يعني منشوف معظم الأوقات سليمان كان علاقته بأله عطول بصالح بيعمل العهد ما في دجرة بيكون العهد هل كان عبنال حسنات نسبة لبيو داود لأنه كان قريب من الله كان قلبه قريب من الله أول شي سليمان وكل إنسان بنال حزوي بعيناي الرب بنعمة من ربنا بنحبة من ربنا لأنه ربنا كريم مش لأننا همستاهل فإذا أول أول شغلة أنه كان عبنال حزوي بعيناي الرب من نعم ربنا ومن غنى ربنا ومن فايد ربنا تاني حقيقة أكيد استحاقاته هو عمل إشياء حلوة عمل طلب الحكمة من ربنا كان قريب من الله كان قلبه قريب من الله كمان هودة استحاقات بيخلوني قبل أنا اختيار الله ولكن في شغلة ثالثة كمان كتير مهمة اللي عم تذكيرها هي استحاقات الناس الآخرين اللي حولي حسنات الناس الآخرين اللي بتفيد بحياتي أنا مثل خيرات داود اللي فاضت بحياة سليمان أوقات نختبرها بحياتنا نحس إنه في بركة عظيمة بحياتنا بفضل أشخاص آخرين بفضل أشخاص سبقونا بفضل أهلنا بفضل عائلتنا بفضل ناس برعيتنا منحبهم هاو كلهم هاك قللهم فضل بحياتنا وربنا ببركنا بفضلهم هن تتذكر لما حكينا عن يوسف ابن يعقوب ياللي عضامه كانت سبب خير وبركة لشعب إسرائيل طالع من أرض العبودية لأرض المعاد أيضا نحنا بحياتنا أوقات مني الخيرات بسبب أعظام أشخاص سبقونا وهن ببركة لأينا استحاياة الإديسين وبركة الإديسين وصلاة الإديسين وإعظام الإديسين هو كهنز كتير كبير بفيد خيرات بحياتنا نحنا وكمان مش بس عم بحكي عن الإديسين ياللي عندنون كنيسة يعني كل الأبرار والصدقين وأهلنا وأحبائنا ياللي سبقونا وياللي هن أبرار بعيون ربنا يعني أبونا فينا كمان نخضى من ميلة تانية الصلاة إذن نحنا صلينا النعم يلي بنخده من الصلاة بتروح على الموتى بالوقت الخاضر والمستقبل والماضي نعم ما في صلاة بالكنيسة بخيلة ما في صلاة بالكنيسة متقوقعة كل صلاة بالكنيسة هي على وسع ربنا وعلى وسع الكنيسة على وسع الأجيال يلي بتحب الله نحنا مننتمي لكنيسة ننتمي لجسد مقدس حي عمره أجيال وأجيال رح يبقى لأجيال، كل صلاة، كل عمل خير، كل نعمة، كل استشهاد، كل بركة، كل شي حلو بيصير بالكنيسة بيطال الكنيسة كلها من هيك عنها، مثل مار شاربل عيش عراس الجبل بالأداسة، أداستو بتطالنا نحن اليوم من بعده بمئات السنين أيضا هيك، كل عمل حلو بالكنيسة، كل ما أنا إذا أنا ببصقي إنسان كاس ما يبارد حبا بيا سوع استحققات هالعمل الصغير اللي أنا عملته بتطال الكنيسة كلها وبتبارك الكنيسة كلها هيدا جمال لقنيسة، نحن عايشين تعاضض، عايشين شراكة، عايشين حيات مشتركة مع كل الأجيال المباركة اللي سابقتنا وكل اللي رح تجي من بعضنا أبونا بالنص يلي بسفر الملوك الأول 8 الفصل الثامن الأي العشرة الله يستلم، يتسلم عفوا هيكله هوني بيكون عم يحكينا أنه كيف هبت بعد ما طلعوا الكهنة من القدس غمامة ملأة بيت الرب فلم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب الغمام لأن مجد الرب قد ملأ البيت الرب حين أذن قال سليمان قال الرب إنه يسكن في الغيمة المظلمة وإني قد بنيت لك بيت البهاء مكانا لسكناك للأبد مجد الرب ما فينا نكون عم ننظر له بكتاب مؤدس عهد الجديد ورأينا مجده ومجد ابن الوحيد القاتن من الأب ما فينا نعمل له هالرلاسيون بين بعضهم؟ حلو أنه بالعهد القديم حل مجد الرب في الهيكل وكان سوقنا الله في الهيكل بما كان محدود إنما بالعهد الجديد هو في شخص حي اسمه يسوع يحكينها هذه الساعة صحيح يسوع هو مجد الله ويسوع سلمنا نحن كمان بدأونا نكون نحن مجد الله من بعضه نحن شعب الله مجد الله وهذا اللي قاله قديس إرناوس مجد الله الإنسان الحي كل مرة نحن منعيش حياة الله ونكون شبهين لأله بالحياة ونكون مسكين بحياة الله نكون نحن مجد الله الهيكل يسوع كل إنسان يعني الآن ختم اللي سقناك للأبد ما بترمز للمعمودية نحن بس نتعمد من ضل الأبد معمدين باسم الآب والإبن والروح القدس أبونا قبل ما نكون عم نختم معك بس شو صار بهيكل سليمان؟ الهيكل مرأ بمراحل عديدة بتاريخه بعدين وقت السبي دمر الهيكل رجع بنيوعز رون حمية بعد ما رجعه رجع أيضا مرأ بمراحل يعني يترمم ويتوسع ويكون أصغر وأكبر ولكن نهائيا دمر الهيكل سنة السبعين مع تيتوس لما أجحت الأورشالين وتدمر الهيكل من وقته وما عد فيه عبادة من هكا ولا عد فيه كهنوت أبونا مثل العادة ملخص عن سليمان الملك سليمان ابن داود ابن الوعود يلي أحب ربنا ويلي نطبع بالحكمة يلي عرف في ميز مشيئة الله يلي طلب من ربنا حكمة التمييز نصلي اليوم بشفاعته حتى نحنا كمان نعرف نميز الخير من الباطل ونعرف ناخد مواقف الصحيحة ونعرف نرافق شعبنا اللي حولينا أنه يفتشوا على مشيئة ربنا وعلى عمل ربنا بحياته أمين أبونا بعد هيدا الصلاة وبعد هالعبرة اللي عتيتنا إياها مشاهدينا خلوا ألكم مفتوح دائما لأله ما بتعرفوا أي ساعة بدق الباب بقلك حبيبي تفضل عندي أنا بدي إياك بدي إياك إنك تكون مش مجرد إن مكرس بس بالكهنوت إنك تكون راهب أو تكون راهبة إنما ببناء عائلة مسيحية كنيسة بيتية هذا هون اللي بتكون دعوتك يعني الله ما بيدعيك بس كرمال إنك تكون أو بيدعي الناس كلها بس للكهنوت إنما بيدعي كل واحد مننا بطريقته لمجد الله بالنتيجة وهكي بصلي معكم مع أبونا إليه مع الكنيسة كلها كرمال الله يعطينا النعمة اللي عطيها لسليمان اللي هي الحكمة ومعرفة التمييز كرمال فيما بعد نقدر نحنا نكون عم نمجد الله وعم نكون عم نعمل ما شئته بحياتنا مثل العادة بدي أعطيكم موعد جديد بحلقة جديدة الأسبوع المقبل شو ما بيصير معكم شو ما بمشاكل بتصير أي شي بيصير معكم بشع رغم البشاعة من الضعف منخلق قوة وفي أمل إيه في أمل تركوا البسماء على وجهكم ومن هلأ لوقتها تذكرونا بصلاتكم والله معكم ترجمة نانسي قنقر